موسيقى الرئيس العليمي يدعو الميليشيات الحوثية الى تعلم دروس سبتمبر والتخلي عن مشروعها غير القابل للحياة موسيقى التحالف العربي يعلن استشهاد ضابط وضابط صدم قواته بهجوم ارهاب حوثي واليمن والسعودية والامارات يدينون الهجوم موسيقى محافظ حضرموت يلتقي رئيس واعضاء لجنة الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقال الجنوبي موسيقى رئيس الجمعية الوطنية يطلع على نشاط حيئة الوفاق والتواصل الجنوبي موسيقى في ظل الحكم الامامي في الشمال عرض عسكري في مارب بمناسبة ذكرى سبتمبر موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا وسهلا بكم في نشرة اخبارية مفصلة من قناة عادة ومن علاوينها الى التفاصيل بعث الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى فخامة الرئيس ريجو ماتريلا رئيس جمهورية ايطاليا عزاه في وفاة الرئيس الايطالي السابق جريجو واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن خالصة تعزية وصادق مواساته للرئيس ماتريلا ولعائلة الفقيد وللشعب الايطالي الصديق تلقى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنية من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة العيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر واعرب خادم الحرمين الشريفين في برقياته عن اصدق التهاني واطيب التمنيات بالصحة والسعادة ولحكومة وشعب اليامن الأمن والاستقرار كما تلقى الرئيس العليمي برقية تهنية مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة العربية السعودية الشقيقة جدد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية التأكيد على تنسك المجلس والحكومة بخيار السلاب العادل المعبر عن رؤية الشعب اليمني المفتحة على جميع مكوناته ورفض أي مشاريع تتعارض مع مصالحه ومستقبل جيالي المتعاقبة جاء ذلك على خطابه بمناسبة احتفالاته بالعياد الوطنية ودع الرئيس العليمي الميليشيات الحوثية إلى تحكم العقل والاستجاب لمساعي السلام وعدم تغليم مصالح قاداتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني وحض تلك الميليشيات على الانصيع للإرادة الشعبية ضمن دولة قائمة على أساس الشراكة في الداخل وحسن الجوار والانقراط الفاعل والبناء في نسيجها الخليجي والعربي مجددا الدعوة إلى أبناء الشعب في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لرفض المجروع الإمامي ومن يؤمن به مهما كان جذوره ووصوله أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي استشهاد ضابط وضابط صفة وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجبة المشاركة من المملكة البحرين بعملية إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح الاثنين بعض العناصر التابعة للحوثين باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها الصعي لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل مؤكدا رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف للإستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بيانا نعت فيه استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين في الحد الجنوب بالسعودية وقالت في بيانها أنه جرى صباح يوم الاثنين الاستشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزمة وأوضح البيان أن العمل الإرهاب الغادر جرى بقيام الحثين بإرسال طائرة مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحريني المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين الطرفين إلى الحرب في الهمن نعى رئيس مجلس الوزارات دكتور معين عبد الملك استشهاد وإصابة عدد من قوات دفاع مملكة البحرين الشقيقة خلال تأديتهم للواجب الوطني في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل في عمل إرهاب غادر ارتكبته ميليشيا الحوث الإرهابية عبر طائرات مسيرة هجومية وقدم رئيس الوزارة في برقية بعثها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاهد رئيس مجلس الوزارة بمملكة البحرين التعازي والمواسي إلى مملكة البحرين مؤكدا أن التضحيات الجسيمة التي يقدمها الجنود من قوات التحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التعكس التلاحم العربي والموقف الشجاع والموحد في وجه الأطماع والمؤامرات وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن الهجوم الإرهابي الغادر شاهد على عدم جدية ميليشيا الحوث الإرهابية للاستجابة للجهود الإقليمية والأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام أجرى وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك اتصالا هاتفيا لنطيره وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني وأعبر وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على القوة البحرينية المرتبطة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في الحد الجنوب بالمملكة العربية السعودية من جانبه أبدأ وزير الخارجية البحريني عن تقديره لوزير الخارجية اليمنية عن مشاعره الخوية الطيبة مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم الشرعية اليمنية الدستورية واستقرار اليمن جددت المملكة العربية السعودية موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الاستحال الميليشيات الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة وأكدت وزارة الخارجية السعودية وقفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة معربة عن إداناتها والسنكارها للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوى الدفاع مملكة البحرين والذي أسرى عنه استشهاد عدد من جنودها وإصابة آخرين وعبرت المملكة عن خالص تعازيها لقيادة وشعب البحرين وإلى ذوي الشهداء وإن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه وإن يمنع على المصابين بشفاء العاجل عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين باستشهاد وإصابة عدد من قوات دفاعها ضمن قوات التحارف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم ويعادة الأمل وأشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إلى أن هذا الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والعراف الدولية مما يتطلب ردعا راديا عنه كما حثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات قيام متطرف هولندي بتمزيق نسخة من القرآن الكريم للتعبير عن مدى التعصب والحقد والكراهية التي تكتنف نفوس شردمة من المحريفين أخلاقيا وقيميا وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن عدم اطلاع الدول بمسؤولياتها الأخلاقية في ردع المتطرفين والسماح لهما بنشر الكراهية يتنافى مع مبدال احترام المتبادل وحرية المعتقدة وطالب البيان باتخاذ جراءة حازمة لوقف هذا التمادي في استهداف الدين الإسلامي الحنيفة وتصدي للأعمال الدنيئة التي تسير مشاعر ملايين المسلمين حول العالم بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر لرياني في الدوحة مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد الثاني التعاون الثقافي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره وخلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي استعرض لرياني الوضع الثقافي في اليمن ومقترفته ميليشيا الحوثي منذ انقلابها بحق القطاع الثقافي ومنتسبيها مشيرا إلى أن الاستهداف الممنهج للتراث والثقافة اليمنية وتدمير المؤسسات الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية من جانبه جدد الوزير القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن وجهود إحلال السلام شارك وزير الإشغال العام وطرق سالم الحريزي في الحفل الذي ننضمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الثالث والتسعون الذي يصادف الثالث والعشرون من شهر ديسمبر من كل عام وأكد الوزير الحريزي أهمية الدور المتعاظم للبرنامج السعودي لعادة الإعمار في اليمن مشيرا إلى إسهامات البرنامج في مختلف المجالات دعيا للبرنامج السعودي لتنفيذ المزيد من المشاريع من جانبه نوه وكل وزارة الصحة أحمد الكمال بأهمية تدخلات البرنامج السعودي في مجال الصحة ومنها يعادة تشغيل مستشفى عدن العام بعد استكمال تأهله ودعم المستشفيات بالأجزة الطبية النوعية وبدوره أكد مدير مكتب البرنامج السعودي أحمد مدخلي استمرار المملكة في دعم اليمن في جميع المجالات للسان في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المؤهلة في المحافظات المحررة ودعا مصدر مسؤول بوزارة المالية كافة الجهات الحكومية للإسرع بالرفع بالكشوفات والوثيق المطلوبة الخاصة بمرتبات موظفيها لشهر سبتمبر إلى وزارة المالية ومكاتبها بالمحافظات لاستكمال إنجاز الإجراءات الخاصة بعملية صرف المرتبات مؤكد الحرص وزارة المالية على صرف مرتبات موظفي الدولة في موعدها المحدد وبكل انتظام وسلاسة عقدت مجموعة عمل محافظة عدن المسؤولة عن تنفيذ فعاليات الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام على المستوى المحلي الاجتماع الأول للفريق الأمني في المحافظة وناقش الاجتماع عليات تنفيذ التقييم الذاتي لمؤسسات الأمن في المديريات المختلفة وتحديد احتياجاتها لتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للنساء والأطفال والفئات الأخرى المهمشة كما تناول الاجتماع أيضا الخطوط الأساسية لخطوط التقييم الذاتي والمنهجية الملائمة لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بمحاور التقييم وإلى محافظة حضرموت حيث التقى محافظة حضرموت مبخوط بماضي بالمكلة رئيس وعضاء لجنة الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تزور المحافظة حاليا برياسة عضو هيئة الرياس المحامي يحيى غالب الشعيبي وفي اللقاء شار المحامي الشعيبي لأن زيارة اللجنة لحضرموت تأتي في سياق قطة برنامج النزولات على المحافظات الجنوبية لنقل إطروحات لقاءاتها السابقة مع كافة مكونات المجتمع المدني ونقل ما تم طرحه للسلطة المحلية بحضرموت وعلى وجه الخصوص في الجوانب الاقتصادية والخدمات إلى ذلك أكد رئيس الانتقالي حضرموت العامل سعيد المحمدي الحرص على دعم جوانب التوافق ووحدة الصف لخدمة الحضرموت منشيرا إلى أن المحافظ أبل الجميع ويقف على مسافة واحدة من جميع المكونات من جانبه استعرض المحافظ بالماضي جهود السلطة المحلية لتعزيز دعايم الاستقرار وتوحد الكلمة والصف وأخلق توافق لضمان الاستقرار والسعي لتوفير الخدمات في ظل الظروف الحالية الصعبة ودعم جوانب التنمية مؤكدا استيعرض طروحات اللجنة الناتجة عن لقاءاتها المباشرة مع مكونات المجتمع كافة والتي تصفي صالح المجتمع ومصلحة المواطنين نظمت مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية ومؤسسة سلام وبناء بمشاركة متدربية المعهد الوطني الديمقراطي إي دي آي بمدينة المكلة جلسة حوارية بعنوان حضر موت لا أين في عملية السلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام وتناولت الجلسة ثلاث أراغ نقاشية قدموا خلالها متدربو المعهد الديمقراطي عددا من الرؤى السياسية لحضر موت في عملية السلام لعدد من المكونات السياسية الحضر مية حيث تم حورت هذه المضاخلات حول الوضع الراهن في حضر موت ودورها الإيجابي في تحقيق السلام وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على تطورات عملية السلام في حضر موت وفهم وجهات نظر الأطراف السياسية المختلفة بشأنها والإسهام في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية بعمليات السلام التقى الأستاذ علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقال الجنوبي في مكتبه هيئة الوفاق والتواصل الجنوبي واطلع الكثير خلال اللقاء لمن العام لهئة الوفاق والتواصل الجنوبي صعيد اليهري على نشاط الهيئة التطوعي الذي يهدف إلى تقريب وجهة النظرة واصعرض اللقاء مزجدات الأحداث والتطورات السياسية في ظل التحركات الدبلوماسية للمجلس الانتقالي كما تطرق اللقاء إلى القضايا المرتبطة بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية المنهارة في الجنوب وسبلي معالجتها قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب إن الإنجازات السياسية والدبلوماسية لللواء الزبيدي خلال زيارته إلى نيويورك أثارت قلق التنظيمات الإرهابية مما دفعها لتنفيذ عملية إرهابية في المصين عوواد الرفضة وأضاف في حديثه لوسائل الإعلام أن المعركة المصيرية مع الإرهاب مستمر بدمال أبطال وهذا ما تؤكده الساحات في دفاع شبوه في الجهات الشرق وقال نحن أمام تحولات فارقة تتجه نحو السلام المنشود والعادل والمستدام ليعطى شعب الجنوب حقه في استعادة دولته وأضاف أيضا جهود اللواء الزبيدي في أمريكا ومحادثته مع كبار المسؤولين وزعماء قد أقلقت التنظيمة الإرهابية وحاولت التنظيمات عرقلت عملية السلام بالتنفيذ عملية إرهابية هنا وهناك أعلنت القوات المسلحة الجنوبية ممثلة بقوات دفاع شبوه حضرت جوال في منطقة المصين عاب شبوه وقالت في بيان لها استمرار لمواصلة الجهود الرامية التي تنفذها القوات المسلحة الجنوبية ممثلة بدفاع شبوه في اجتثاث قوات التنظيمات الإرهابية وعمليات تمشيط الوديان والجبال ودكوكاري في منطقة المصين عاب مدرية الصعيد وأعلنت قوات الدفاع عن حضر التجول في المصينعة ابتداء من يوم الاثنين من الساعة السابع مساء إلى الساعة السابعة صباحا وأضفت بأن حضر التجول سيكون في كل الطرق والنقاط في المصينعة من أجل إرسال من الاستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين يذكر أن القوات المسلحة الجنوبية ممثلة بقوات دفاع شبوه قد أطلقت حملة عسكرية لاستئصال تنظيم القاعدة من المصينعة حرص المحامي يحين شعيبي رئيس اللجنة الرئاسية على زيارة مقر كتلة حلف وجامع حضرموت ويشيد بمكانة الكتلة وأثرها في النضال الجنوبي رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت سالم بسميدة أعرب عن سعادته بهذه اللفتة التي تعبر عن اعتزاز قيادة المجلس الانتقالي وتأثيراتها في المجتمع الحضرمية حيث حرص الشعيبي على نقل تحايا واعتزاز لوعد روس الزبيدي بنشاط الكتلة وأعضائها الذين أكدوا من خلال نشاطهم مكانة حضرموت في القضية الجنوبية باعتبارها في مكانة القلب من الجسم الحضرمي ورافعة نضاليا لقضيتها العادلة على طريق الاستقلال واستعادة دولة الجنوبية الفدرالية من شودة أقدمت ميليشيا الحوثي على مصادرة الأعلام اليمنية من حوزة المواطنين بشوارع صنعاء بطريقة مهينة ووثق مقطع فيديو قيام علاصر الحوثية بمصادرة الأعلام المعلقة على السيارات المواطنين الذين يجولون صنعاء احتفاء بذكرى سبتمبر وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية سجلت مخالفات مرورية على مالكي السيارات الذين يجولون صنعاء رافعين العالم اليمني وأعبر المراقبون عن استغرابه من احتفاء للمواطنين في صنعاء بذكرى سبتمبر رغم عودة الإمام إلى الحكم منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء قبل تسع سنوات شهدت محافظة مارب عرضاً عسكرياً بمناسبة ذكرى سبتمبر وهي ذكرى ثورة التخلص من الحكم الإمام الفاشي في الشمال قبل واحد وستين عاماً والذي عاد ذات الحكم قبل تسع سنوات إلى هذا اليوم لصنعاء التي يحكمها نظام الإمام الحوثي وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرة المزيد في هذا التقرير كالعادة عرض عسكري في مأرب تشهده المحافظة كل عام بمناسبة ذكرى سبتمبر بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء السلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز وعدد من القيادات العسكرية والأمنية ومسؤوليون محليون العرض شاركت فيه وحدات عسكرية وأمنية من الجيش والمقاومة الشعبية كما تم عرض عدد من الآليات العسكرية والأمنية وخلال العرض دعا اللواء العرادة إلى تضافر الجهود لتخطي العراقيل وتدليل العقبات ورس الصفوف لمحاربة الأفكار الدخلة وإنهاء تمرد الحوثي والحرص على تقوية الصف وبقائه صلبا ومتماسكا بما يتناسب مع حجم التحديات الراهنة احتفالات مأرب وبقية محافظات الشمال بذكرى سبتمبر للتخلص من الحكم الإمامي الكهنوتي يراه مراقبون بأنه لا جدوى له في ظل عودت هذا الحكم إلى صنعاء وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ تسع سنوات إلى هذا اليوم والتي تستخدم نفس الاستراتيجية الإمامية في حكمها نهيك عن استهدافها للمواقع الحيوية في محافظات الجنوب والدول المجاورة من الأشقاء فيما يرى متابعون للشأن المحلي إن الاحتفال يجب أن يكون بعد التخلص النهائي من الحكم الإمامي في صنعاء وترضي ميليشيات الحوثي من المناطق المسيطرة عليها ليكون احتفالا فعليا يليق بذكرى ثورة سبتمبر أعلن الفريق 21 مسام عن نجاحه في تأمين مزرعة وبئر للمياه في منطقة الرمى بمديرية المخى بعد وقوع عدة انفجارات أودت بحياة عائلة كاملة وفي تصريح خاص بمكتب مسام الإعلامي أنكد قائد الفريق 21 مسام نجاح فريقه في تأمين مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع حيث ثمت كانوا من نزالة أربعة الغم مطادة للدبابات ولا يزال العمل مستمر للتأمين باقي المزرعة كما ناشد قائد الفريق جميع المزارعين في منطقة الرمى بعدم العودة إلى المزارعة التي شهدت انفجارات نظرا لتلوثها بالنغام مشاهدين الكرام يليكم تذكير بأبرز ما جاء في النشرة الرئيس العليمي يدعو الميليشيات الحوثية إلى تعلم دروس سبتمبر والتخلي عن مشروعها غير القابل للحياة التحالف العربي يعلن استشهاد ضابط وضابط صدم قواته بهجوم إرهاب حوثي واليمن والسعودية والإمارات يدينون الهجوم محافظ حضرموت يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقال الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية يطلع على نشاط حيئة الوفاق والتواصل الجنوبي في ظل الحكم الإمامي في الشمال عرض عسكري في مارب بمناسبة ذكرى سبتمبر مشاهدين القرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا لطيب المتابعة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر